بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذا الشهر المبارك أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن لا يحرمنا من سيبه وعطفه ورحمته ما تقدم من فقرات الدعاء الشريف أصبحت واضحة عندنا وهي أن هذا العبد المفتقر إلى رحمة الله دائما والذي وقع في مشاكل العصيان ومشاكل الذنوب يحاول أن يبدأ صفحة مع الله سبحانه وتعالى جديدة لكن مع ذلك لا يكتب له التوفيق وقلنا ما هو السبب وقلنا الإمام عليه السلام علل بعض الموانع عللها بأسبابها وهذا المقدار مهم وقلنا للأخ والعزة أنه يكتب يعني السبب والمسبب الذي فرع عليه بحرف الفاء يعني قلة الشكر تولد الحرمان عدم الوقوف عند حدود الله تعالى قد الإنسان يبعد يقصى وهكذا الأشياء التي ذكرت ثم الداعي بدأ يبدأ يفتح أفق كبير على نفسه من جهة سعة رحمة الله تعالى وهذا المعنى جدا مهم لأن الإنسان يعوذ بفضل الله ويهرب من الله إليه فقرات تقدمت وهو أيضا متنجز لذلك الصفح الذي وعد الله تبارك وتعالى عباده إذا أحسنوا أضن بالله وقلنا ختمنا يعني في مطلب الأمس في الحديث الشريف في مسألة حسن الظن وقلنا حسن الظن هو ثمن الجنة وذكرنا أن بشكل مختصر أن المعاوضات في الدنيا ثمن ومثمن الإنسان يرغب بشيء لا بد أن يبدل الثمن المناسب حسن الظن بالله تعالى هو ثمن الجنة والحديث الآخر الذي قرأناه قبل قال ارغبوا في ذلك أن الإنسان يعيش دائما يحسن الظن بالله تعالى لكن لا يكون حسن الظن من باب الاتكال عليه والإنسان يرتكب الذنب قطعا الحديث لا يشجع المعصية وإنما الأحاديث تشجع على التوبة وعلى عدم اليأس والإنسان لا بد أن يكون عنده أمل هذه الفقرات قد تقدمت الآن الداعي عند الفقرات التالية قال إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك هذه فقرات الفكرة العامة لها يعني هيكل هذه الفقرات إذا تلاحظون مبنية على زيادة الاستعطاف لاحظ أولا قال أنت أوسع فضلا وأعظم حلما نحن كما قلنا في مسألة الداعي لا بد أن دائما نحفظ هذه القضية وهو أنا بالداعي وهو المدعو إنسان عندما يتأمل لا شك أن نسبة إلى الله هي نسبة العبد إلى سيده هناك علاقات في حياتنا الدنيا علاقات مثلا علاقة الصداقة تقول ما هي علاقتك مع زيد؟ تقول صديقي ما هي علاقتك مع زيد؟ تقول هذا أبي علاقة أبوه ما هي علاقتك مع فلان؟ تقول هذا ابني ما علاقتك مع هذه المرأة؟ تقول هذه والدتي ما علاقتك مع تلك؟ تقول هذه ابنتي مع فلان زوجتي مع فلان أجنبية علاقته مع الله ما هي بالنتيجة هناك نسبة عندما أنسب نفسي إلى زيد أستطيع أن أقول إما أبي أخي أو لا نسب بيني وبينه نسبتنا إلى الله ما هي هي نسبة العبد إلى سيدي هذا أمر لابد أن لا نخفل عنه ثم إذا يعني تقرر هذا في الذهن كل ما يحتاج العبد إلى سيده تتفرع عليه هذه النسبة القرآن الكريم يعبر بالعبودية ويعبر بالافتقار يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد مقابل الفقر الغنى أنا عبد وهو سيد والعبد لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعل فإذا تمحضت هذه العلاقة لاحظوا كيف الداعي يدخل للمطلب يعني كيف الإنسان يقترب إلى الله تعالى ويجعل دعاء على وشك أن يجاب إذا أنا لم أخرج عن سمت العبودية في جميع دعيتي فمعنى ذلك أنا أبقى في حالة الإحتاج والفقر فأطلب من الله تعالى لأن أنا لا أملك بعض الفضلاء كان مثلا يشتري كتابا لا علي عرضت بخدمتكم هذه الفقرة كتاب من السوق يشتريه فيفتح الكتاب ويكتب عليه أي بعض الكتابات يعني نقول لك مثلا شخص يقول دخل في ملكي بالشراء مثلا بقرانيني في تلك الأزمة آخر يقول دخل في ملكي بالهبة بعضهم يقول دخل في ملكي وأنا المملوك لمالك السماوات والأرض بعضهم يقول كيف أقول دخل في ملكي وأنا المملوك لمالك السماوات والأرض بحسب إدراك الإنسان علاقته مع الله تعالى يسطر فأنا إذا بقيت أفكر في هذه الحالة عندما أقول أفكر لا أن يأتي التفكير لحظات ثم أفكر بغيري هذا ما يمكن لأن هذه الحالة إلى الممات تبقى معنا وبالبرزخ نبقى وبيوم القيامة أيضا تبقى معنا نحن عباد الله تعالى هو الحي القيوم وهو الدائم كل شيء يفنى ويبقى وتشرق بك لا شيء الدنيا هي ساحة العمل فلابد أن أعلم كيف أعمل دائما العلم يسبق العمل ما يمكن أن أعمل بلا علم في كل شيء في كل أمورنا أريد أن أبني حائط لابد أن أعرف كيف يبنى حتى أبني أريد أن حاجة عندي أصلحة إذا أنا لم أفهم في التصريح الناس تعيبون يقول هذا ليس العمل عملك لا بد أن أعلم ثم أعمل فأول شيء لا بد أن أعلم أني عبد فأنا محض الحاجة ومحض الافتقار هذا مهم نقطة ثانية لا بد أن أعلم من هو المدعو أيضا لا بد أن أعلم بحيث أنا من أطلب أطلب من غني من قادر من مقتدر من بيده كل شيء ولذلك بعض الأدعية تقول إلهي كيف أدعوك وأنا أنا بالذنوب والمعاة وكيف لا أدعوك وأنت أنت يعني أنا مفتقر ومذنب فكيف أدعوك يعني مستحي منك لكن كيف لا أدعوك وأنت أنت لا ملجأ لي إلا أنت ولذلك الإنسان يشرق يغرب أينما يذهب بالنتيجة ما آل إلى الله تعالى ولذلك الله تعالى لا يعجل كما قلنا سابقا العجلة تنشأ من خوف الفوت أنا إذا خفت أن يفوتني هذا الأمر أعجل أما الذي لا يخاف الفوت لماذا يعجل كل الأمور هي مآله له فإذن العجلة غير متصورة بل إن الله لا يعجل بعجلة العباد إنسان أنا قد أعتقد هذا العمل في مصلحتي لكن لا يتيسر فأستعجله لكن من أدراني أن الفائد في العجلة ولذلك بعض الأدعية تربينا قل عتبت بجهلي عليك لا أحبه عتبت بجهلي عليك لأن أنا لا أعلم لا أعرف ولعل الذي أبطأ في الفقرات الأخر خير لي لعلمك بعاقبة الأمور قطعاً الله لا يريد إلا الخير للعابد فإذن لا بد أن تكون هاتان الخصلتان عندنا أنا لا بد أن أعرف قدري وأنا أعبت مهما يكون من أمر ولا بد أن أعلم إلى من أدعو فتلك الصفات أستفيد منها في مرحلة العفو والغفران وفتح صفحة جديدة والحالة التي أنا فيها أستفيد منها لإظهار العبودية هذا معنى مهم أخواني إظهار العبودية ولذلك العبد بمعنى الافتقار كما قلنا فيه قبل محاضرتين سواء الإنسان التفت أم لم يلتفت يعني الكافر هو عبد حتى وإن كان ينكر الله ولعذا بالله لكنه عبد والدليل على ذلك أنه عندما ينتهي يعني حياة أمد انتهى كل شيء ملجأ إلى الله فهذه قاعدة إنا لله ونال يراجعون لا تشبر المؤمن فقط نعم المؤمن يستفيد منها في مواقع العبر أن بالنتجة نحن نصائرون إلى الله تبارك وتعالى الكافر عبد شاء أم أبه المؤمن عبد شاء أم أبه لكنه يحتاج إلى أن يظهر العبودية ولذلك إيسى سلام الله عليه بداية نطقة قضية أني عبد الله تباره وكل إعجاز إيسى سلام الله عليه فهذا النطق والإنسان عندما يتعال مع العبودية أعظم منزلة يستشعر الإنسان فيها العبودية بعض الناس كانت منهم عبارات تهذب هؤلاء مثلا جعلونا عباد مربوبين نص جعلونا عبادنا مربوبين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا لا تتجاوزون حد العبودية لنا حتى بعض المواطن الأئمة الأطهار عليه السلام كانوا يتصرفون أو نعم كانوا يتصرفون حتى يرفعوا هذا اللبس عند البعض في حالة الغلو مثلا يأتي الإمام الصادق لبعض يسئل سؤال الإمام قال عندي جارية لا أعلم في أي البيوت ذهبت يريد أن يضر لأنه أنا لا أعلم كل شيء الله تعالى يفتحنا باب العلم نعلم كل شيء قل جارية هربت لا ندري في أي البيوت دخلت نعم منازل أم عليهم السلام شيء آخر لكن أقول في موارد العبد موارد العفو مع الله تعالى لابد أن نعلم أننا عباد النبي صلى الله عليه وآله عندما نزلت الآية الشريفة إننا فتحنا لك فتحا مبينة ثم بيت ليغفر لك الله ما تقدم من ذلك وما تأخر البعض كأنه يا رسول الله أنت مثلا هنيئا لك أو الله غفر فلم تصلي مثلا قال أفلا أكون عبدا شكورا نص الشريف أفلا أكون عبدا شكورا للعبودية ولأيضا موقع الشكر الذي مر علينا سابق على كل حال الآن ماذا يقول الداعي بعد أن فرغنا من تلك المطار يقول إلهي أنت أوسع فضلا وماذا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيتي أولا بالنسبة إلى الفضل الفضل هي حالة من المنة بلا سبب يتفضل الله يتفضل علينا نعم تارة الكريم من شيمته أن يكرم من شيمته أن يعطي لا يحتاج إلى سبب سبب هو ذاته وهذه نقطة مهمة هو ذاته محظ الكرم والخير وهذه الذات منحصرة من الله تبارك وتعالى الله تعالى هو محظ الفضل في عبارة عن عطاء ما يحتاج إلى سبب فالداعي هنا يريد أن يذكر نفسه لأن ما يمكن أن نذكر الله تعالى الله لا ينسى وإنما نستعطف الله تبارك وتعالى حتى في مسألة النسيان اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا مونسيان يعني الله تغيب عن ذهن والله ليس له ذهن حتى تغيب الله لا ينسى وإنما للمشاكلة قد يأتي فيه إذا مناسب معين وحيطرق لهذه الأمور لكن بالنتيجة مكافأة هؤلاء الكفر بشيء هم يعتقدون به على كل حال فيقول إلهي أنت أوسع فضله والفضل هذا العطاء هذا مسلم أنت أوسع فضله أوسع فضله لحظة تارة أنا أسبح يعني الهدف هو التقديس أقول سبحان الله سبحان الله عبادة ذكر الله على كل حال حسن اللهم أنت أوسع فضلا هل المراد هو هذا التقديس فقط أو التمهيد إلى قضية سيئتي هذا واحد ثانيا ماذا قال قال وأنت وأعظم حلم الحلم هي حالة من العفو يعني فيها زيادة ليس عفو فقط وإنما هي حالة من الرقي فينا نتكلم بالبشر من الرقي النفسي العالي جدا فالإنسان يحلم يصبر يتحل بالصبر يعفو الله تعالى مدح بعض الأنبياء بذلك بعض الأنبياء الله تعالى مدحهم في هذه الخصال قطعا النبي فيه خصال كثيرة كل نبي لكن هناك خصال مبرزة وهذه الخصال المبرزة القرآن يركز عليه فيما وردها على إبراهيم عليه السلام كما قلنا فيما سبق قبل كذا سنة حليم أواه منيب إبراهيم حليم ولذلك هذا التذكر بما سبق هذا المطلب ليس جديدا عندما جاء الملائكة نزلوا غيوفا عليه وهو وهو بعد أن نكرهم هؤلاء لا تمد أيديهم إلى الزاد فعرفوا أنفسهم بأنهم ملائكة وهؤلاء الملائكة ملائكة عذاب جاءوا إلى لوت إلى قرية لوت إبراهيم عليه السلام بهذا الكيان الكبير يعلم ما سيصيب هذه القرية لحظات بينهم وبين انتهاء دنياهم إلى جهنم لأن هؤلاء فعلوا فاحشة فواحش ولم يحترموا لوت وكان فيهم وآذوا لوت فإبراهيم بدأ يراجحهم في العذاب هذه المسألة مهمة جدا بينهم وبين العذاب لحظات وكيف إذا الله تعالى أراد أن يعذب فمدأ يراددهم قال إذا فيها عشر مؤمنين قالوا لا نعذب تسعة لا نعذب مدأ ينقص العدد شيئا فشيئا إبراهيم حريص على أمة حريص على أمة كثيرة وهو يعلم ما سيقول لكن أراد أن يدفع العذاب أراد أن يدفع وهذه بركة من بركات إبراهيم عليه السلام إلى أن وصل قال إن فيها لوط تسعة لا نعذب عشرة لا نعذب إذا واحد قالوا لا نعذب إذا واحد لا نعذب قال إن فيها لوط قرية فقط فيها لوط فيفترض أن ما تعذبه بعد ذلك قالوا استثنين لوط أعرض يا إبراهيم أعرض عن هذا مهم نزل العذاب مقصودي أن الحلم أن الحلم تمتع الأنبياء سلام الله عليهم بهذا الحلم فكيف بواهب الحلم وهو الله تبارك وتعالى فهذا الداعي يريد أن يستعطف رحمة الله تعالى قال إلهي أنت أوسع فضلا وهذا فضلك واسع وعظيم وأنت أعظم حلما أيضا حلمك لا يمكن أن نتصبره حلم واسع جدا والمذنبين تعفو عنهم وتسهل أمورهم وتعطي فرص وفرص هذا التمهيد مهم لأي شيء لما نريد أن نطلب ماذا قال قال من أن تقايسني بعملي أو أن تزلني بخطيئتي أنت أعظم من ذلك أن لا تجعل مقايستك يعني المماثلة لا تكن بعملي عملي سيء يقابله جزاء سيء إذا أنت تكلني إلى عملي أنا بالنتيجة من الخاسرين إذن أين الحلم لحظة إذن أين سعة الفضل نحن بأمس الحاجة إليها فهذا الحلم وهذا الفضل لا تقايسني بعملي لا تماثني بعملي تجعل عملي مقابل ما هو هذا مثل عملك فإذا عملك فإذا عملك كان مثلا في الدرك الثاني من النار أنا لا أريد أن تقايس هذه بهذه في الدرك العاشر السابع من النار لا أريد أن يقايس هذا بهذه لأن عملي أنا أعرف ماذا فعلت فأنا لا أريد هذه المقايسة ولا تستزلني لحظة استزل استفعل استفعل يعني طلب الفعل كما تقول استرزقه طلب الرزق استعطاه طلب العطية أو العطاء استعلم طلب العلم استزل طلب الزلة طلب الزلة وبالنتيجة إذا زل يعني زلت به القدم سقط الداعي قد يصل إلى حال لأن العبد مملوء من الذنوب كأنه لا خير فيه فأي فعل من الأفعال يفعل هو في دائرة المنكر فيتعوذ هذا الداعي أو يستنجد هذا الداعي بماذا؟ بالحلم والفضل ويقول الحلم والفضل هذا أكبر وأوسع من أن تستزلني بماذا؟ بجريرتي بخطيئة عفوا لأن الآن خطيئة وبالنتيجة الخطيئة هي أوقعتني فجزاء هذا هذا لا ينسب الفعل ابتداء إلى الله بأن الله تعالى يتحين الفرص لإذلال عبده هذا ما يمكن لكن العبد وصل إلى حال أنهي قدمه لا تقوى أن تمشي بالطريق الصحيح محاط بالذنوب ويفعل الأفاعيل والذنوب فإذن أين ستأتي إن شاء الله تعالى بعض الفقرات الإلحاح على الله أين عفوك الجميل أين العفو إذن العفو على من العصات وأنا عاصي العفو على مطيعين عفو على العصات أنا عاصي فهذا الاستعطاف في غاية الأهم طبعا نحن لم تصلنا أخواني جميع أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام في حالاتهم الخاصة لم تصلنا فالسلام أراد أن يخفوها الوضع الطبيعي لابد أن لا نطلع ما ظهر منها ما ظهر منها على قلته الأما يتعاملون مع الله في مرتبة في حالة العبودية تعامل خاص يعني فناء فعلا في طاعة الله تبارك وتعالى والذي يسمع الإمام كأن يرى الإمام هذا من أعصى العصات ولا عزب الله حالة من البكاء حالة من الغشية وحالة من الإلحاح على الله تبارك وتعالى وحالة من الإمام السجاد كما قلنا كان يصفر وجهه على ما في الإمام عليه السلام السجاد من هذه الحالة كان يأتي بعض الناس يقول يا ابن الرسول رفقل بنفسك رفقل بنفسك قال ناولني ذلك الكتاب جاء بالكتاب قلبه ورماه ورماه ضجرا قال من يقدر على عبادة علي بن إبي طالب إمام السجاد عليه السلام يا فلان ليس بين الله وبين أحد قرابه ما كان يقبلون هذا الكلام أي لحظة لا بد أن يستغرق مع الله تبارك وتعالى مع البكاء ومع النحيب ومع الخوف ومع الغيبوبة التي كانت تصيبهم أحدهم يقول سمعت أحد العلماء قضي قبل على مئة سنة مثلا يقول قالوا هذا عنده حالات خاصة في الليل يعني على خلاف مظهر أمام الناس يجلس وقير لكن في الليل كلمة جنون لماذا قال هذا من شدة عبادته وبكائه وتمرغه عن تمرغ أنفا وكثر السجود مع الله تعالى إنسان آخر فيقول أنا حاولت أن أرى هذه الحالة عنده فذهبت لضيافته وأخرت نفسه إلى أواخر الليل حتى أبات عنده وفعلا يقول تمكنت من ذلك وكنت أنا متيقظ لأرى ما يفعل فعلا يقول بعد ذلك مرة عليه قال نائم جاليس يقول أنا جعلت يعني كان هنا لحظات وإذا أسمع نحيب وأسمع بكاء وأسمع حالة غريبة عجيبة الإلحاح على الله والبكاء والتقصير وإلى آخر وفي النهار إنسان طبيعي ويمارس عمله لكن مع الله تعالى خلوة ولذلك الإنسان يلتذ بالخلوة مع الله تعالى تعرفون الإنسان يداري نفسه دائما لكن مع الله تعالى منكشف كل الأمور الله تعالى لا يمكن أن تخفى عليه خافية لا يمكن لكن النقطة المهمة أخوان لا ننسى لا يكون إنسان غافل فيستثمر هذه اللحظات بمقدار ما يستطيع بمقدار ما يستطيع إنسان يقضي إلى ستين سنة دمعة واحدة لا تنزل بينه وبين الله هذا جمود العين جامدة القلب غير خاشة سن عندما يرتفت إلى ذلك يرى أنه بينه وبين الله بون بعيد هذا الشهر الشريف يرجعنا واي مهم هذا الشهر له فضل علينا جميعا شهر رمضان يرجع الإنسان والإنسان ظلال معطيت غالبا بالأمور الحسية يعني الأكي للشروب الغرائز شهر رمضان يرجع الإنسان بإمكانك أن تبتعد عن الحرام بإمكانك أن تقلل الأكيل بإمكانك أن تغل يدك عن الحرام غرائزك بصرك بإمكان الإنسان هو أشبه بدورة تنقية وتصفية لأمورنا والله لم يجعلنا نصوم الدهر كله ولا جعلنا نصوم نصف السنة شهر واحد واحد إلى 12 فالإنسان إذا يبقى مع الله تعالى ينجو تمام يتعى ويحتاج إلى مجاهدة ويحتاج لكن الله يدل العابد على الطريق الصحيح من يمكن يهذب شاهد الإنسان الله يهذب في هذا الشهر الشرف إذن هذا التمهيد كما قلنا وهو الفضل والحلم الفضل والحلم نستفيد منها نستفيد قال أو أنت تستزلني تستزلني بخطيئتي لحظة وما أنا يا سيدي وما خطري ما هي قيمتي أنا شيء بسيط بعض الأدعية نستعين بها على فهم بعض الأدعية إلهي لا إنك تجد غير من تعذبه هذه المعادلة صحيح إنسان لعله كفر بك والعذب الله نار جهنم أيضا الهروات السيرة ولا أجد غيرك من يرحمني قضية محصورة بالنسبة لي بداء الموجودة تجد غير من تعذبه مقاييسك إلهي أنت أعلم بها لكن أنا لا أجد من يرحمني غيرك قضية محصورة بك نعم إذا أنت أذنت يأتي النبي يشفى والإمام يشفى وبركات سيد الشهداء تشفى والزهرات تشفى ما يمكن هؤلاء يعملون عملا أنت لا ترضاه فلا أجد غيرك من يرحمني لا يجد أحد نعم إذا أنت أذنت وأنت رحمتني الباب انفتح على مصر عائه هذا نعم من التمسك إلى الله أنا ما خطري ما قيمتي القضية كما قلنا عملية الاستعطاف والاسترحام وما أنا يا سيدي وما خطري هبني اطلقني اتركني بفضلك سيدي وتصدق علي النحات عندهم كلام حول الباء هبني بفضلك قطعا الآن موضوع اختصاص فأنا لا أدخل بي بعله أكثر من 14 معنى يقولون للباء كلم عن نحات ويذكرون هذه الباء للاستعانة الباء السببية الباء للإرصاق الباء الباء على كل الدعاء الآن يريد شيء مورد الهبة نقف عطاء الفقر معنى الهبة ما هو الهبة شرعا أتكلم الآن في باب تأتي للمعاملات باب الهبة باب الهدية مثلا قد تكون بمعاني متقاربة الهبة يقولون للإنسان أن يعطي شيئا بلا ثمن أنا أعطيك أنا أعطيك هذا الكتاب يعني ليست معاوضة فيها قبول وإيجاب على رأيي وبعض يقول هي إيقاع يعني مجرد أن أهب يتحقق لكن الهبة بلا عوض لماذا أنا أهب أنا الفقير البشر لماذا أهب أسباب إما أهب لك هذا الشيء لأني غير محتاج له وعندي كتابين بنفس النسخة فأني أهب لك واحد منه لأني غير محتاج فأهبه لك أو أهب لك لأني أحبك وأحاول أن أزيد هذه المحبة فأهبها لك أو أهبك الكتاب حتى أرفع الحزازة بيني وبينك لأن الناس إذا تهادوا تحبوا فأعتقد أن أنت عندك موقف معي وأنا هذا الموقف لا أعلم فأهبك الكتاب أو الحاجة حتى أرفع هذه الحزازة لحظ كل هذه الأشياء ترجع لي أنا الواهب فائدة لي أحبك حتى تتقوى العلاقة ترفع الحزازة أنا ما محتاج الكتاب الكتاب باقي أنا ما مستفيد من عنده فمسبب لي مشكلة مسبب لي ثقل فأعطيك حتى أتخلص كل هذه الأشياء ترجع فائدة لي وإذا لا توجد فائدة هو الهبة لمؤمن فيها ثواب بالنتيجة ترجع الفائدة أيضا لي ثواب لي الله تبارك وتعالى وغير هذا قبل لا أدخل لهذا المقطع العطاء العطاء تارة كما قلت أنا ابتداء وتارة يطلب مني أن أهب أنت تأتي إلي تقول هبني هذا الكتاب أنت تطلب هبني هذه الحاجة هبني مالا أنت تطلب بعض الروايات أحد الصحابة أو أحد نعم من أصحاب الأنما عليهم السلام بعد وفاة الإمام الصادق قال كأنه طلبته من الله يعني يا الله هبني فلان فوهبني إياه كان عنده بعض الظنوب كان الإمام استشفى فيه والإمام يخبر عن حاله الآن هذه الفقرة أنا أطلب من الله تعالى الله بعد لم يهبني أنا أطلب لاحظوا التعبير قال هبني يعني أنا كلي أنت يا رب العالمين هبني كأنه اتركني كأنه أعف عني هبني هذا الفتى وهبتك إياه هبني هذا المال وهبتك إياه فجعلت فجعلت ذاك الشخص الذي وهبتك إياه في حل عنه إذا تقول هبني هذا المال فإذا وهبك المال ذاك شخص ليس له علاقة بعد بالمال الموهوب التفتل النكتة ليس له علاقة بالمال لأن المال خرج منه وهبه إياك أنا يوم القيامة لا يمكن أن أخرج من سلطان الله لا يمكن فكأن العذاب أمامي استحقاق من الذي ينجيني من الله تعالى لا من جاء منهم جل شأنه الدعاء الشريف يقول هبني تفت هبني يعني تركني ابعدني عن من يبعد خاطعا لابد أن يبعد عن الله من جهة استحقاق العقوبة يوهب من جهة الله من جهة العدل كما ذكرنا في الأمس قال هبني بماذا بفضلك لاحظوا فكأن اجعل العقوبة مانع عن أن تلانلي اجعل العدل مانع على أن ينالني اجعل حاجز بيني وبين العقوبة لأنك وهبتني اطلقتني تركتني أنا مستوجب هبني المال المال لزيد اقول يا زيد هبني المال المال عند زيد اذا زيد وهبني المال انقطعت العلاقة بين زيد والمال لأن المال انتقل لي قطعا مع الله لا يوجد شيء اسم علاقة تنتهي الله تعالى هو محيط بكل شيء لكن الصفة التي تستوجب مني أن اتخلص منها هي عملية العقوبة الله شديد العقاب وعملية العدل فلذلك فلذلك لم يقل هبني بعدلك نقض الغرض وانما هبني بفضلك هاي الباء الذي ذكرنا يمكن نقول الباء يراد منها السبب يعني هبني بسبب فضلك او هبني استعين بفضلك والتج الى فضلك حتى تتحقق الهبه هسا بالنتجة لا نقف عند الباء طويلا نقف عند الهبه والفضل موجبات الهبه ما هي هي الفضل وهذا مهم لاحظوا تصورا تصورا اقول كأن العقوبة لا تناليني بعد ذلك اذا تحققت الهبه انا اطلب الان لان هناك موجب لان اطلب الفضل لمن للمذنبين قبل قليل ماذا قرأنا ان تأوسع فضلا هذا التمهيد وهذا سعة الفضل انا ارغب ان تنالني فاقول يا اله هبني اعطني نفسي كأنه كأنه اعطني نفسي ما قال هب عملي قال هبني كلي على بعض هبني فكأنه انت اعطني نفسي كيف تعطني نفسي بالفضل فاخرجني من العدالة دخلني بالفضل اخرجني من موجبات العقوبة ادخلني في موجبات الرحمة حتى تتحقق هذه الهبة وهذا معنى بليغ جدا دقيق مختصر لكن بليغ هبني بفضلك نقطة مهمة يجب ان نقف علي لاحظة قال وتصدق علي بعفوك لاحظة العبارات تصدق علي انا ما مستحق انت تصدق علي العفو انا ما مستحق العفو لا مستحق العقوبة لكن انت تصدق علي والصدق كما تعرفون هو اخراج شيء من شخص من جهة تملك الآن من جهة تملك اما اذا لا تملك ما انا لا املك الالف ممكن يتصدق لا يملك الالف لابد ان يكون مانكا للالف وزائد حتى يقول له تصدق من الذي يمنك العفو حقيقة الله تبارك وتعالى اذا انا مستوجب الصدقة احتاج النقطة المركزية تكلمنا عنها انا محتاج انا مفتقر انا احتاج الصدقة الهي تصدق علي بعفوك لاحظوا المعالي يستخدمها الامام الفضل وال ماذا تصدق علي لا تصدق علي بماذا يتصدق عليه يتصدق بالعفو لان الله تعالى هو الذي يملك بل اكثر لا يملك العفو فقط بل هو عفو يعني كثير العفو دعاء الكوميل في بعض فقرات ماذا يقول يقول يا سريع الرضا يا سريع الرضا الله تعالى سريعا يرضى وهذا الرضا لا يلتذ به إلا من يستشعره يوحتهم القيامة الله وعدنا بجنان وعد المؤمنين أسأل الله تعالى أن نكون جميعا منهم وعدهم بحور وعدهم بأنهار بفاكهة ثم ماذا يقول قل ورضوان من الله أكبر أن الله تعالى إذا رضى على العبد لا يوجد شيء ما بعد رضا الله تعالى تلك الأمر كلها تكون فرعية فالإمام ماذا يقولنا لاحظ تصدق بعفوك إذن نطلب الهبة هبة نفسي هبني يا إلهي بفضلك معنى اخرجني من العقوبة مجبات العقوبة أدخلني في مجبات الرحمة بسبب ماذا بسبب سعة الفضل ثم تصدق اعطني العفو فقال هذا هو العفو مثلا كيف حصلنا عليه لأن الله تعالى تصدق علينا بالعفو لحو وجللني بسترك هذه كما تأتينا إن شاء الله تعالى الفقرات جلني غطني لا تجعلني مفضوحا استر علي غريبة يعني لاحظ إحنا مع الله تعالى يعني نحن نفضح أنفسنا نحن نفضح أنفسنا لشهوتين لطمعين لكذا لكذا شيطان أيضا من يتركنا والعبد بالله مع ذلك الإنسان علي أن لا يأسخ قال جللني بسترك لا بد أن تستر علي لا بد لا الاستحقاق مني لأنها رحمتك للمذنبين استر علي سن إذا أظهر الندم حقيقة الله تعالى يستر الله لا يريد أن يفضحه سبق واذكرنا مورد مهم التفتو تذكر بعض الأمور لعله تقدم بها الزمن قد الإنسان غافل عنها ينسى لاحظوا مورد الغيبة الغيبة من الكبائر وكبيرة كبيرة يعني وقاصمة الظهر أن الإنسان يختاب الآخرين عندما نأتي إلى الغيبة ماذا يعرفها العلماء قل أن تذكر المؤمن بعيب في دينه أو دنياه هذا العيب مستور عن الناس بس التفتل النكتة عيب مستور عن الناس لو افترض إنسان يشرب الخمر ولعوذ بالله لكن لا يعلم به أحد فيوميا هو يعصي الله تعالى خمر فيعصي الله تعالى جاء شخص اطلع عليه فعرف أن هذا يشرب خمر الشارع ماذا يقول له لا أجيز لك أن تذكر هذا العيب أمام الآخرين إله هذا يعصيك يعصيك أنت إذا هتكته أنت عاصي لاحظ الغيبة بها مطلب واي دقيق يعني الله تعالى في الوقت لهذا يعصيه وقد قضى عمرا يعصيه يقول أنا لا أجيز لك أن تهتك ستره أنت إذا فعلت أنت مختاب أنت فاسق لماذا تذكره بهذا العيب هل يوجد هكذا إله يحافظ على عصاته مو على مؤمنيه يحافظ على العصات يقول أنا لا أجيز لك أن تهتك ستره نعم إذا هو هتك نفسه يجوز لك أن تتكر هو متهتك يعصي أمام الملأ فأنت إذا ذكرت لم تفعل شيئا باعتبار هو هتك نفسه أما إذا هو كان لا يهتك نفسه يعصي في خلصه إذا ابتليت بالمعاصي ابتليتم فاستتروا هذا يستتر اتركه لي أما أنت تتدخل تريد أن تهتك هو أن تعاصي أن تمذنب هذا غريب الله يحافظ على عبد العاصي فكيف عبد الطائع هذه من الأشياء التي تقرأ بشكل تجعل الإنسان المؤمن يطمئن حقيقة ألاحظ الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب واقع يذكر الله دائما قلبهم أطمئن أختم في قصة ذلك المذذب مع موسى أيضا معادة وأنا بعض الأشياء تقصد بإعادة لما فيها من فائدة يعني أنا أقرر والله العالم قد بيها ليس فيها لا أعلم كما قلنا سابقا في زمن موسى عليه السلام أن ابتلي بالجذب جذب لا يوجد مطر فموسى طلب من الله تعالى قال استسقط أخرج قومك ويطلب مني المطر فخرج الناس نادوا لا مطر موسى إلى الإله أنت طلبت وقلت وأمرت وخرج أوحى الله عليه قال في قومك شخص عاصي هذا هو سبب المنع فليخرج إذا خرج أنا أنزل المطر نادى موسى عليه السلام قال الله تعالى أخبرني يوجد في قرب عاصي فليخرج فضيحة هي هذا العاصي ملأ وصعب لأن أنا أمامهم أخرج أن أنفضح فقرر أن يتوب سيداري نفسه خفر من الفضيحة بالنتيجة قرار كان حقيقي أن يتوب نزل المطر موسى عليه السلام قال إلهي أنت خبرتني شخص عاصي قال تاب وأنا أنزل المطر قال أعلم من هذا قال أنا عندما كان عاصي لم أخبر كان مذب أنا ما بين الآن بعد أن يتوب أريد أن أبين لك الله يستر لا تكن جرأة كما قلنا هذا الذي يشرب الخمر مثلا الله لا يقبل أن يهتك وعلى كل حال أخواني نحن لا نملك إلا رحمة الله وما وبها الكفاية الإنسان إذا وثق بسعة رحمة الله وتمسك بها دائما واشرأبه عنقه لها خصوصا مع هذه الأشهر الكريمة وهذه أشهر وهذا شهر شهر رمضان شهر كريم ليالي ليالي مباركة نسأل الله جميعا أن أحدنا يدعو لأخيه بظهر الغيب ادعني بلسان لم تعصني فيه كما في بعض الروايات نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وأن لا يحرمنا وإياكم من خلال هذا الشهر المبارك ببركاته التي لا تنقطع وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أغفية وعلى أغفية وعلى أغفية وعلى أغفية شكرا